السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة طبقاء ومعلومة مع ام تسليم الفيديو بتاع دلوقتي يا جماعة عن مجزرة ناجا حمادي ولى حصل في ناجا حمادي كل الناس ما بقلهاش يومين عمyangلة تتكلم في الموضوع بتاع ناجا حمادي ولى حصل في ناجا حمادي اقول لكم القصة يا جماعة من طاقطة اللي سلام عليكم زي ما بيوني القصة بتبتدي من أنا في ناجا حمادي في منطقة ابو احزام اسمها كده يا جماعة المنطقة دي فيها عيلتين يا جماعة عيلتين كبار هناك ليهم اسمهم وليهم أراضي وليهم بيوت عيلة اسمها السعدية وعيلة اسمها العوامرية العيلتون دول يا جماعة كان عندهم أراضي زراعية مشتركة جانب بعض لازقين الأراضي الزراعية ببعض في منطقتهم كان كل شوية يحصل مشاجرة بسبب مكانة الري اللي بتروي الأرض في الأرض الزراعية كل شوية في مشاكل بسبب مكانة الراي فواحد من عيلة السعدية دي بعت لواحد من عيلة العوامرية قال له تعالى نعود مع بعض ونتفق يا عم عشان ما يبقاش في بنا وبين بعض مشاكل انت تاخد دور في التسق بمكانة الراي وانا كمان يبقى لي يا دور يعني ممكن نقسم الايام علينا الكلام ما تعرفوش بقى ما عجبشوا واحد منهم يا جماعة ما عجبوشوا الكلام وقال له لا الكلام دا لا واختلفوا وشدوا مع بعض شد جامد راح مشي وساب البيئة يعني خرج واحد من العيلة دي واحد من العيلة دي كانوا جايين يعودوا مع بعض في بيت يعني عشان يتفقوا ما اتفقوش فالراجل اللي هو ما اتفقش معاه دا خرج راح التاني يا جماعة ما عجبوش ان هو خرج وسبه ببيته كده ما رضش عليه وعمله معاملة وحشة وما رضش كمان ان هو يرضى بموضوع مكانة الراي راح مسك المسدس وراح مديله طلقتين يا جماعة موته طبعا العيلة التانية بتاعت الراجل اللي مدي عرفت من الجيران الحق اصلي واحد من عيلة السعادية اتل واحد من العامرية راح العيلتين يا جماعة قالوا نعمل ايه احنا مش هناخد عزا الراجل اللي اتل يا جماعة هارب احنا مش هناخد عزا لغاية ما ناخد بطار ابننا اللي اتاتل في بيته دا وده طبعا عندهم حق عرب ما ينفعش حد يقتل حد انت بعته تتفاوض معاه تقتله ليه انتم ما اتفقتوش خلاص راح الوادي اللي هو اتله دا واحد مات والتاني هرب قال لك احنا مش هناخد عزا وراحوا استنوا في عربية كاتمليانة حريم ورجالة واطفال جاية من منطقة يعني وهم جايين من العيلة اللي هما المفروض هيموتوها عيلة العوامرية دي راحوا مستنيين العربية وطلوا عيلة السعادية بالرشاشات فجروا العربية وفجروا كل الناس اللي فيها وما سابوش ولا واحد غير لما ضربوه بالرصاص طبعا الناس باقي تعتمالها تجري وتشيلوا الجسس من هنا ومن هنا وراحوا اخدوا يا جماعة اللي يقدروا يسعفوهم في منهم عشرة ماتوا وفي سبعة حالات حرجة يا جماعة وانا بكلمكم دلوقتي ممكن اي حد منهم يموت من كتر الاصابات اللي في جسمه فقتلوا عربية كاملة يا جماعة طبعا دلوقتي طبعا الزباط اتدخلوا في الموضوع وفكوش المشاجرة المشاجرة عادت ساعة بالضبط اللي تنفيدلوا ودبوا في بعض الساعة كاملة يا جماعة لغاية ما وقع من هنا ضحايا ومن هنا مصابين والدنيا بازت خالص هناك الا الزباط طبعا حاولوا يفكوا الموضوع والحمد لله فكوا الموضوع بينهم بس بعد ايه بعد ما فيه ناس ماتت اكتر من سبعتاشر جسة ولا عشر جسس وفيه لسه يجي عشرة ولا حاجة مصابين يا جماعة بين الحياة والموت حالته مصعبة جدا طبعا احنا الموضوع ده لا حاول ولا قوة الا بالله يا جماعة ان حاجة تحصل في بلد زي ناجة حمادي كده وعشان ايه عشان حاجة زي دي المفروض بقى حد يتدخل هناك والموضوع بقى يخلص لاني مش عايزين جسس تاني ولا ناس تموت تاني كفاية الناس اللي في المستشفى اللي حالتها حرجة وكفاية الناس اللي ماتت يا جماعة يا رب الفيديو عجبكم مستني يا رأيكم في التعليقات على الفيديو ده وما تنسوش اللايكات يا جماعة